وفي غضون ذلك وجه وزير الداخلي عبدالأمير الشمري بمعقبة 12 ضابطا في شرطة الأنبار بسبب إهمال واجباتهم على خلفية استهداف قاعدة عين الأسد وذكرت وثيقة صادرة عن الوزارة وحصلت عليها واني نيوز أنه تقرر معقبة آمري أفواج الطوارئ لمدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ السادس من آب الحالي وذلك استنادا لأحكام المادة الثالثة والأربعين رابعا من قانون عقوبات قوى الأمن وتشمل القائمة خمسة عقداء وستة عمداء إضافة إلى مقدم واحد